السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتكلم لكم عن البيت السابع لأي اس 14 ننزل اليوم البيت السابع والحجم حقه 417 ميقابايت إذا كنت على البيت اللي قبل السادس فيكون هذا الحجم حقه لو نخش معاكم و نشوف الأشياء الجديدة الادات عام وكي لأس شخص يقولون لي بإنجليزي هذا أقول لكم يا بالعربي الادات عام حول البلت نمبر حين في النهاية مثل ما نشوف صار بي البلت اللي قبله في البيت السادس كان E مثل ما نشوف معاكم فيعتبر أننا قربنا للنسخة النهائية رح نتكلم عن النسخة النهائية و الأشياء هذه في نهاية الفيديو ننزل تحت نشوف الفيرموير أو لقيت شبكة مثل ما نشوف 2000-001 كان عندنا 2000-001 نفس الشي فيرموير ما تغير بس البلت نمبر لو نشوف معاكم الميزات اللي نزلتها أضل في هذا البيت كبداية لو نروح في النهاية رح نحصل هنا الشوبينج عن فود تحطي ملف خاص فيه information reading فيه أشياء شوية تغيرت عند أبل هنا شرعوا أشياء رتبوا أشياء فهذا الترتيب هنا في اللي برالي اللي هنا في النهاية لو نشوف برضو في العليلات لو نخش نروح حق الوالبيبر نشوف هنا في الخيارات الحق القزغزة هنا نزلوها ما أزيد هنا مثل ما نشوف خلوا دارك مود مع كل الوالبيبر مثل انتهت الأصفر فيه دارك مود برضو مثل ما نشوف الأزرق وذيري هذا الأشياء الجديدة نزلت هنا تقريبا هذي كل الميزات اللي في البيت السابع أبل للأسف رح تأخر تراكينغ لحق البرامج اللي شفناها لحق بعض الشركات من سبب فيسبوك وغيرها تكلمت أبل وقالت أن هذا الشي رح يأثر على بيزنز حقهم مع أنهم يتبعون الأشياء ويأخذون المعلومات لحق الأشخاص فأبل تقريبا قالت أنه رح تأخره إلى بداية السن الجاية فأول ما رح ينزل للأيو اس 14 ما رح يكون فيه تراكينغ هذا الشيء بعدها في 3 شهور ربعة شهور رح ينزل لنا فنشوف قدام شو يتسوي أبل يعني ما عطيتهم حين مهلة لكن لو بنتكلم عن أشياء ومتى رح ينزل البيتة هذا كبداية البيتة يعتبر أو النسخة حين يعتبر شبه كاملة إذا أننا نحن وصلين لحق البي في النهاية فنتوقع أن الأسبوع القادم رح تنزل الأي أو النسخة القولد النسخة اللي يعتبر نهائية اللي رح تنزل حق الكل رح تنزل للمطورين البداية بعدها تنزل للكل لكن هل كل شي نزل لا هل في ميزات منزلة إي في ميزات لو بنتكلم مثلا في أبستور فتحت البرامج الانفروميشن لحق البرامج ومعلومات البرنامج نفسه قبل ما تحمله قبل تكلمت أنه رح تحط هنا معلومات عن البرنامج نفسه إذا كان ياخذ منك البيانات حقتك والأشياء ذي رح تحط هنا قبل إلا أنا ما حطتها برضو في الآيباد هذا الأشياء اللي أتذكرها بس يعني فيه أشياء برضو نسيتها نفذ الوقت أحين بالآيباد إنه قالو تقدر تغير الإيميل حقي كتحط ثيرت بارتي أو المتصفح ثيرت بارتي أو برامج ثاني غير سفاري والإيميل أو يمكن الميوزيك ما نزلت إلى الآن أبل فما دير من رح تنزلها بتنزلها في البيتة الـ 14 أو الـ 14.1 بعدين في المستقبل أو الـ 14.2 يمكن فيعتبر هذي كل أشياء وكل الميزات لو بنشوف لكم نفتح الـ Geekbench سويته كذا مرة أنا لو بنشوف هنا سي بيو وهذا سبتمبر 3 سويته مرتين سبتمبر 26 هذا هذا البيتا السادس مثل ما نشوف 13-30 هنا 13-13 12-93 لحق السنجل كور لنواة الواحدة جميع النواة 33-45 بعدين عطتنا 23-79 33-4 فيعتبر ما في اختلاف كثير في نزول على حسب حرارة الجازة حسب استخدامك أو وقت عملك للجيك بنش هذا لو نشوف متل متل هنا سويته برضو مرتين آخر مرة سويته هنا في البيتا السادس أعطاني 75-73 الآن 73-90 بعدين أعطاني مرة ثانية 72-82 فيعتبر في رجوع مثل ما قلت لكم رجوع هل هذا بسبب السوفتوير ولا بسبب حرارات الجهاز ما في فرق يعتبر لأن في ذي كل وفاترة وعطاني 73-76 لبيتا الخامس فأوكي هذا الأشياء كله لو نشوف لكم أنتوتو أشخاص اللي يحبون أنتوتو ويحبون الحق للعاب والأشياء الثقيل اللي يعطيك إياها في التست أو في الاختبار نضغط هذا الأنتوتو لحق البيتا السابع مثل ما نشوف 51-66-70 هذا الأشياء كلها اللي سواها لو نشوف البيتا السادس هذا هو 53-57-36 فالاختلاف وكيف يختلاف ما سويت إلا مرة واحدة يمكن لو سويت مرة ثانية يرجع فهذا الاختلاف مثل ما نشوف بس هذا الأشياء كلها هذا الأشياء اللي صارت بالنسب لي حين استخدمت لي فوق الخمس ساعات أو ست ساعات ما شفت في أي تعليق ما شفت في أي شيء جهاز شغال ممتاز وما في أي شيء لو بنتكلم لكم متى رح ينزل أتوقع سبوع القادم رح ينزل البيتا الرسمي إذا أبل رح تنزل أبل واتش 6 اللي رح تنزلها بتنزلها من الأخبار نقاله ثلاثة فساعة أبل رح تنزل على الواتش 7 اللي رح تنزل الآن فالواتش 7 السوفتير هذا لازم ينزل هنا وبرضو لأيوز 14 لأنه ما رح تشتري الساعة وجوالك في السوفتير التيرتين ما رح تنزل إذا أبل نزلتها هنا أو أعلنت عن الساعة هنا مثلا بدأ الفتح الطلب المسبغ لها مثلا الجمعة أو الخميس وبعدها بدأ بيعها فأتوقع أنه السبوع القادم السوفتير لأيوز 14 ينزل أو اللي بعده إذا كانت أبل نزلت أبل واتش واللي هي تطلب منك تكون عندك جهازك لأيوز 14 إذا ما نزلت أبل واتش إنه ما نزلت أي شي يتطلب منك يمكن يتأخر لكن بما أن حين على البيتا السابع والبلت نمبر حقه كذبي فيعتبر قربنا يعني 100% بسبوع الجاو أو اللي بعده بالكثير نصل لحق القولد فيرجن أو النسخة النهاية إلا إذا كانت في أخطاء طبعا في تصحيح في مشاكل كثيرة تكلم مع أشخاص في تصحيح بعض الأشخاص يقولون لك أن الأيربوتز حقتهم في النسخة الخامسة أو السادسة إذا فتحتها ما يطلع هنا ما تشبك عدل ولا يطلع اسم الأيربوتز نفسها فأنا تطلع لي الحمد لله التابعة السادس لكن المهم نابل قالت أنها عدلة المشكلة لحق بعض الأشخاص فننتظر أسبوع القادم أو أسبوع اللي بعده نشوف القولد رح ينزل هنا وينزل النسخة النهائية هنا أو القولد ينزل مثلا في نفس الوقت مع الإعلان على أبل ووتش بعدها بيوين ثلاثة أيام تنزل حق الكل مثلا لا يسور تنزل حق الكل نشوف قد بس ففي نهاية الفيديو الأشخاص اللي يكلموني يقول لي البيت اللي قبل كان يسبب حرارة في الجهاز بعضهم عندهم الجهاز حقهم أصلا آيفون 6S فإذا ما سبب حرارة سيسبب بطء في جهازك أنت 6S أنت بميزات جديدة لجهاز عمره خمسة سنوات تقريبا فلازم تكون في مشاكل لا يوجد حل فإذا كان في حرارة جرب أهم شيئ إذا نزل السوفتير هذا عندك أول حاجة تنزل من المقاتل تخشل العداد عام تنزل آخر شيء يعرض تعيين يعرض تعنجم على العداد أول خيار لكي يسوي لك فرمات لحق بعض المشاكل التي لديك في الجهاز والملفات التي لا تحتاج استخدامها لا يحذف منك شيء الأرقام السري مثل الويرلس والورقة الحاط يرجعها للدفولت أو من أصل للسخطية نفسها بس وأتمنى كل شخص بعدما يحدث النسخة إذا نزلت عنده يضغط هنا يسوي أبديت البرامج التي لديك يجب أن تخليهم على آخر تحديد أتمنى كل شخص يسوي ذي الحركة علشان برامج يتأقلم وإذا عندك برنامج مبرض يشتغل برنامج يطلع مثلا برنامج سفتح ويطلع لا تحذف البرنامج من هنا خش العدادات روح عام روح لآيفون ستوريج ورح يطلع لك البرنامج هنا برامج كلهم هنا رح يطلعون واحذف البرنامج من هنا عشان يحذف ونفترض لكم والسلام عليكم